قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين ودورات مياه فندقية وبوابات ذكية بتذاكرة إلكترونية بالإضافة لقاعات سينما ومركز طبي وعربات جولف وهذا إضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة تفقد أيضا رئيس مجلس الوزراء البوابات الداخلية للمنطقة حيث يوجد بها جداران يعرض عليهم تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات كذا قاعة الفعاليات السينمائية ومنطقة للتسوق الجديدة ومركز تجاري للملك خوفو ترجمة نانسي قنقر